بداية فككت مصالح الأمن بيتبس شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات والأسلحات الحربية من الصنف الأول حيث تم استرجاع 51 بندقية مضخية من أكثر الأنواع خطورة بمحيط مدينة بير العاتر ساعات قليلة بعد دخولها من خارج التراب الوطني عبر الشريط الحدود مع تونس إضافة إلى حجز مركبتين نفعيتين من نوع هليكس دون وثائق وكمية من المخدرات تقدر بقنطار وأحد عشر كيلوغرام التفاصيل نقلها مرسلنا في تبس سليم دريد حجز 51 بندقية مضخية من تلت أنواع ساكا بوينتر وكوبالت وكورسيل زائد بندقية كارابيلا نضيف إلى ذلك 111 كيلوغرام من الكيف المعالج تلت مناظر عملياتية والمركبتين دون وثائق متابعة الشخصين بالتهريب الدولي والحيازة والبيع والنقل أسلحة نارية وعداد حربي من الصنف الأول بندق مضخية الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين الحصول وشراء قصد البيع المخدرات بطريقة غير مشروعة باستعمال مركبات محرك في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة حيازت مركبتين دون وثائق مصدرهما التهريب ومعدتين خصيصا لنفس الغارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر